رئيس السيسي يصل بيلجراد في زيارة رسمية لبحث مجمل العلاقات الثونية بين مصر وصيربيا تنفيذ لتوجهة الرئيس السيسي مدبولي يستعرض مقترحات اعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية لمواجهة الظروف العالمية الحالية رئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن اجراء احراز تقدم في المحادثات حول تصدير الحبوب الاوكرانية التسعة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريميتش نشرات اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بحضراتكم وصل رئيس عبدالفتاح السيسي الى العاصمة السربية بيلجراد حيث استقبله رئيس السربية وكان الرئيس السيسي قد اختتم زيارته الى المانيا متوجها الى بيلجراد في زيارة ثنائية رسمية الاولى من نوعها وذلك في اطار العلاقات التاريخية بين البلدين اختتم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارته لمدينة برلين الالمانية وذلك عقب المشاركة في فعليات حوار بيترسبرغ للمناخ وهو احد المحطات المهمة قبل نعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم كما عقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين الالمان وعلى رأسهم رئيس المانيا للتحادية فرانك فالتر اشتاين ماير والمستشار الالماني اولاف شولتس هذا وقد غادر السيد الرئيس العاصمة الالمانية برلين متوجها الى العاصمة السربية بيلجراد وكان في وداع سيادته كبار رجال الدولة الالمان واعضاء السفارة المصرية في برلين موسيقى موسيقى ولدى وصول سيادته مطار بيلجراد بالعاصمة السربية كان في استقبال سيادته الرئيس السربي أليكزاندر فوتيتش وكبار رجال الدولة في سربيا واعضاء السفارة المصرية في بيلجراد وستشهد الزيارة عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس السربي أليكزاندر فوتيتش وذلك لبحث أليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين فضلا عن النظر في سبل التعاون والتنصيق على الصعيدين الدولي والإقليمي موسيقى أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مقاتلات صربية رفقت شرفيا طائرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيبا بالرئيس منذ دخول المجال الجوي الصربي وحط الهبوط في مطار بيلجراد تضرب العلاقات بين مصر وصربية بجذورها إلى أكثر من 110 أعوام حيث بدأت الروابط الدبلوماسية بين مصر الخدوية ومملكة صربية عام 1908 وخلال الفترة الأخيرة شهدت العلاقات بين البلدين زخما كبيرا عبر تعدد اللقاءات على مستوى قيادتي البلدين إضافة إلى تفعيل التعاون في العديد من المجالات موسيقى 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 سولتس استعداد مصر التام لوضع أسس لشراكة قوية مع ألمانيا في مجال الطاقة بأنواعها سواء من خلال تصدير الغاز الطبيعي لألمانيا والاتحاد الأوروبي أو من خلال إقامة شراكة ممتدة أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية الحاجة إلى التزام سياسي دولي لتحقيق مزيد من التقدم في التعامل مع تغير المناخ بطريقة مجدية مشددا على ضرورة دعم المجتمعات العرضة للتضروري والتأثر بهذه الظاهرة وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين قال إن القضايا الرئيسية واضحة ومحددة ويجب أن نحافظ على درجة الحرارة والتقدم والتأقلم مع تغير المناخ عبر التكييف والوصول إلى حلول منطقية بشأن الأضرار التي تحدث في المناخ نجب أن نحافظ على درجة الحرارة والتقدم والتأقلم مع تغير المناخ عبر التكييف مع تغير المناخ والوصول إلى حلول منطقية بشأن الأضرار التي تحدث في المناخ وأن يكون هناك الدعم اللازم للمجتمعات العرضة للتضرر والقابلة للتأثر بهذه الظاهرة والأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لهذا التحول كما أشرنا من قبل لأكثر مرة يجب أن نبدأ التنفيذ فورا ونحاق التقدم كبير في هذه القضايا قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قالت إن قضية التغير المناخي لا تعتمد على تقديم المزيد من التمويل المالي ولكن تحتاج إلى تحقيق التعادل المناخي وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الألمانية بيرلين أن الأموال وحدها غير كافية للحفاظ على الحياة والزرعة وكافة مظاهر الحياة أستطيع أن أقدم تعويضات مالية أو موارد مالية أكثر في مقابل التنازل عن الأهداف التي حددناها مسبقا بالوصول إلى درجة اعتدال مناخي جيدة لكن الأموال وحدها ليست كافية وغير كافية للحفاظ على المساكن على سبيل المثال والحفاظ على الحياة والحفاظ على الزراعة والحفاظ على كافة مظاهر الحياة وبتالي فإن تغيير الناس مساكنهم أو الانتقال إلى مدن أخرى بفعل تأثيرات المناخية السريبة سيئاء لن يستطيع الموارد المالية وحدها أن تكفي بهذا الغرض تكنيف إدارة البؤتمر الوطني للشباب بالتنصيق مع كافة الطيرات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الرائدة موسيقى 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 وفي ملف الحوار الوطني قال المنصق العام للحوار ضياء رشوان قال إن مجلس أمناء الحوار الوطني خلال اجتماعه الثاني ثمن القرارات الجمهورية الصادرة بالعفو الرئاسي قبل وبعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني موسيقى باستمرار إصدار العفو الرئاسي عن كل من لم يقترف جرائم مرتبطة بالعنف وبالدماء أو بالتحريد عليها وأضاف المنصق العام للحوار الوطني أنه تم الاتفاق على تركيز المناقشات على ثلاثة محاور هي المحور السياسي والاجتماعي والاقتصادي فاللجنة ثمنت هذه الإجراءات وناشدت وتأمل أن يستكمل السيد الرئيس الجمهورية قراراته بالعفو الرئاسي عن من لم يقترف دمن ولم يشارك ولم يحرض ولم يخرج وده يعني كان بإجماع آراء أعضاء النجلس الأمنى النقطة التانية وده أيضا يعني خخزت وقتا طويلا في النقاش المادة 18 وحضراتكم عارفين لاجت مادة دي زي ما قلنا عليها من شوية هي المادة اللي بتحدد اللجان النوعية واللجان الفرعية انتهينا بشكل واضح فيما يخص فيما يخص هذه المادة استقر رأي مجلس الأمناء وبالإجماع أيضا على أن تظل المحاور التلاتة المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي هي المحاور التي سيجري النقاش حولها وسيجري أيضا تقسيم اللجان الفرعية التي ستمارس أعمالها في ظل هذه العنوية التلاتة واضاف دياء رشوان المنصق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار الوطني قرر مناقشة ثلاث قضايا رئيسية داخل المحور السياسي هي مباشرة الحقوق السياسية والمحليات والحقوق وحقوق الإنسان والحريات العامة كما أشار رشوان إلى تشكيل لجنة لكل من المحور الاقتصادي والاجتماعي لكي تقترح كل منها أهم ما سيتم مناقشته داخل كل محور هناك سلاسة قضايا فرعية داخل المحور السياسي سيجري التعامل معها من خلال لجان فرعية القضية الأولى مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية القضية الثانية المحليات القضية الثالثة حقوق الإنسان والحريات العامة وفي هذا السياق استعرض أيضا مجلس الأمناء أن هناك بعض من التشريعات في القضية دي كلها قد يستلزم أثناء الحوار في اللجان الفرعية أن يتم تعدلها أو إضافتها ترجمة نانسي قنقر شهد اليوم الثاني من الحوار الوطني المناقشة النهائية للمادة الثمانية عشر من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء وأصفر الحوار عن تشكيل لجنتين لمناقشة المحور الاقتصادي والاجتماعي وذلك بعد مناقشة كافة نقاط المحور السياسي الذي تم توافق عليه بين أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني تم تشكيل لجنة للمحور الاقتصادي والاجتماعي لجنتين عشان دولة يعدوا بعض الموضوعات التي سيتم طرحها في المحورين اللجان اللي تحت المحور السياسي بكل وضوح كانت لجان تختص بالمشاركة السياسية والانتخابات النيابية وتختص بالمحليات وتختص بملف حقول إنسان والحقوق والحريات بشكل عام انتهينا إلى أن سيكون البداية إن شاء الله في الجلسات العملية بالملف السياسي وهناك أكثر من لجنة فرعية أو موضوع أو قضية جوه هذا الملف زي الحريات وحقول إنسان زي ما ينظم عمل للانتخابات والمتعلق بمباشرة حقوق السياسية طبعا ده ملفه مهم جدا وملفه ربما البعض بيعتبره هو مفتاح لبقية المحاور والملفات وإن شاء الله نتمنى أن تكون هناك نتائج تحظى بتوافق أكبر قدر ليس فقط في مجلس المناء ولكن في كل المجتمع المصر إن شاء الله بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو وعرب رئيس الشيوخ في برقيتها عن خالص التهنئة القلبية بمناسبة الذكرى ثورة يوليو التي ألهمت جميع حركات التحرر في العالم والشعوب المتطلعة للحرية وأكد المستشار عبدالوهاب أن ذكرى ثورة يوليو ستبقى حية في وجدان كل الأجيال تذكرنا بأن مصر قد ملكت إرادتها وأبرزت أصالة الشعب المصري الذي عاش لا يقبل المساس بوطنه وبديمقراطيته هنأ رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة وأكد مدبولي في برقيته أن هذه المناسبة ستظل دائما حاضرة في وجدان الشعب المصري بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ العدالة والمساواة والحرية وما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والإفريقية وفي دول العالم الثالث دفاعا عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة هذا وقد أصدر مدبولي قرارا بأن يكون يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو عشرين اثنين وعشرين إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك بمناسبة ذكرى عيد ثورة الثالث والعشرين من يوليو أعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري واستعرض الاجتماع سير العمل بمختلف مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتي تشمل 1477 قرية بما في ذلك المشروعات التي تم الانتهاء منها والجالي العمل بها في ضوء البرنامج الزمني المستهدف كما بحث الاجتماع عددا من التحديات المتعلقة ببعض المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية والاحتياجات المطلوبة لاستكمال التنفيذ وفق المخطط استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المقترحات الخاصة بإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك خلال اجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف مراجعة الإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بدراسة إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية يأتي ذلك في ضوء جهود الدولة للتعامل مع الظروف العالمية الحالية وللتخفيف من حدتها ونعكاساتها على المواطنين والأسر المستهدفة من تطبيق هذه البرامج ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية سرعة الانتهاء من التصور المتكامل للحزمة الاستثنائية تمهيدا لعرضها على الرئيس السيسي نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر من أنباء بشأن رفض المستشفيات الحكومية استقبال حالات كورونا نتيجة ضعف الطاقة الاستعابية لها وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء مؤكرة أنه لا صحة لرفض المستشفيات الحكومية استقبال حالات كورونا نتيجة ضعف الطاقة الاستعابية لها وشددت على استعداد المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية لاستقبال أي حالات مصابة بفيروس كورونا بشكل طبيعي وإجراء كافة الفحوصات والتحليل اللازمة لهم وتحويلهم لدخول المستشفيات لطلق العلاج وفقاً لبروتوكول علاج وزارة الصحة أعلن المتحدث العسكري عن عودة بعثة الحج للقوات المسلحة من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج من جهتهم قدم الحجاج الشكر والامتنان للقيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام الكبير والرعاية المستمرة التي توليها لأبنائها دعوات صادقة من القلب من حجاج بيت الله الحرام أن يتقبل الله عز وجل منهم صالح الأعمال فأشرقت الوجوه وامتلأت بالرضا والنور حيث استقبل مطار القاهرة الدولي بعد تتحق القوات المسلحة التي عادت بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج وذلك في إطار دعم منظومة الرعاية الاجتماعية التي تقدمها القوات المسلحة لأبنائها وأسر الشهداء وأشهد الحجاج بمستوى الإعداد والتنظيم المتميز من القوات المسلحة لتوفير كافة سبل الراحة خلال أداء المناسك أنا طول عمري بدأي الله مرزقني حجة ميسورة مبرورة من حيث لا أدري ولا أحتسر إنما لم أكن أتخالي مني أكن بالمنظر ده صراحة كل حاجة ميسرة فرنا صراحة كل سبل الراحة والانتقرات الداخلية والإجراءات الاحترازية والوقائية بصراحة كل حاجة كانت هناكت ويأسرة كل الشكر والتأدير للقوات المسلحة بنشكر القوات المسلحة فعلا مؤسسة العمراء منظمة وفعلا شفنا أحسن خدمة في كل حاجة ونظام وخدمة وكل شيء وبنشكر الرئيس طبعا أنه قرمنا أنا أسرة شهيد فكان أحسن تكريم لنا أنه نحن نزور بيت الله الحرام والحمد لله رب العالمين على كل حال يعني هي الحجة طبعا ربنا يكرم كل الناس بيها حجة ممتعة ممتعة والشؤون المعنوية كانت فوق الوصف بصراحة الناس يعني ما كانش في إدها أكتر من كده الناس عملوا كل حاجة رباني بلاكيهم الحمد لله السلطات السعودية كانت الحمد لله برضو في غاية الاحترام معنا البلاسات القوات المسلحة ومراها متميزة من لحظة ما دخلنا المطار هنا لحظة ما رجعنا تاني لأرض مصر بالحمد لله رحلة جميلة وأنا بشكر كل المسؤولين بصراحة والله العظيم وعدت وقوفيت وقدر قال في خيركم بصراحة بقى ما حملوناش خالص والله وقوات المسلحة عملة موجود حلوة قوي 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 السناء دي كانت في منتهى الجمال والحمد لله حلحة حلو خالص وبسم الله ما شاء الله وقلك قاموا على أكمل وجه والله والبنيا الحمد لله العدت على خير الحمد لله والله نشكرهم جدا جدا على اللي عملوا لنا والله ما فيش أحلى من كده عشان المعنوية والله وقوات المسلحة أحلى حاجة والله صراحة أقسم بالله من بدون مجاملة الرحلة كانت هيلة ما حسناش بأي متاعب كل الأمور كانت متيسرة أشكر الكوات المسلحة لأن الرحلة منظمة جداً جداً في كل حاجة هم محسنين لنا فيها وموظبنا الله محسناش بأي حاجة الحمد لله أنا بشكر الكوات المسلحة جداً بأمان على الاهتمام اللي اهتمت بنا به ويا رب دايماً تبقى سند ودهر لنا وهي أمل مصر بإذن الله نحمد الله تبارك وتعالى على أن أتم علينا نعمة الحج في هذا العام بهذه الصفوة ربنا يجزيهم عنا خير الجزاء وهذا هو المعهود دائماً وأبداً على قواتنا المسلحة نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصرنا وجيشنا وشعبنا وأن يديم علينا يا رب على مصرنا نعمة الأمن والأمان هدى وتهنئ القوات المسلحة حجاج بيت الله الحرم على إتمام مناسك الحق لهذا العام استقبل مركزه إصلاح وتأهيل دامنهور وفداً من المجلس القومي لحقوق الإنسان للطلاع على مرافقه ومنشآته والرعاية المقدمة للنزلاء والبرامج التأهيلية داخله لإصلاح وتأهيل النزلاء ويهدف ذلك لدمج النزلاء في المجتمع وفقاً لمعايير حقوق الإنسان التي تم مراعاتها عند إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل طفرة كبيرة على المستويين الإنشائي والتأهيلي للنزلاء لتتماشى مع سياسة الدولة نحو التطوير وتوفير سبل الرعاية التي أقرتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستمراراً لسلسلة الزيارات التي تستخدرها مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء فقد قام وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة مركز إصلاح وتأهيل ضمنهور الجديد الذي تم إنشاؤه وفقاً للمعايير الدولية في مجال السياسة العقابية بدأت الجولة بتفقد الوافد لأماكن زيارة النزلاء وحرص على الحديث مع النزلاء وزويهم للتعرف على أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم داخل المركز وفي المركز الطبي المتطور تجول وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان داخل العيادات الطبية المجاهزة بكافة التقنيات الحديثة التي توفر للنزلاء دعاية طبية متكاملة في كافة التخصصات فلسفة الإصلاح والتأهيل الجديدة اللي بتتبحها وزارة الداخلية فيها طفرة نوعية من حيث الإمكانيات اللي موجودة في مراكز إصلاح والتأهيل الجديدة زائت السياسة نفسية من حيث تدريب العنصر البشري والاهتمام بالنزلاء في أنه يتم تأهيلهم وتدريبهم وتقديم الخدمات الرعاية الصحية وانتقل الوفد إلى أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والسلوكية حيث حرصت الوزارة على تضييق برامج اجتماعية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكهم من خلال ندوات تسقيفية ودروس دينية مع الاهتمام بالجوانب التعليمية ومحو الأمية إضافة إلى مكتبة تزخر بالعديد من الكتب المتنوعة في مختلف التخصصات عمليات التأهيل وعمليات التعليم المستمرة خاصة في الورش أو المحو الأمية ده أصبح إطار من الإطارات الرئيسية اللي بتسعي إليها وزارة الداخلية في الوقت الرهن وده عملية التأهيل المستمرة بحيث أن نضمن أن هؤلاء النزلاء بعد خروجهم من تقضية فترة العقوبة أنهم يكونوا صالحين للاندماج في المجتمع استحداث دور العبادة الدينية للمسيحيين يبقى فيه كنيسة داخل المؤسسة العقوبية أو مركز الإصلاح فده شيء متطور وكذلك الأمر فيما يتعلق به تعليم القروناء وفكرة أن الشخص اللي هو حاصل على مؤهل هو بيعلم بإيد زميله كما تابع الوفد أساليب تأهيل النزلاء مهنيا من خلال فصول تعليم الحرف اليدوية وأماكن ممارسة الهوايات كالرسم والموسيقى وشهد جانبا من المنتجات التي قام النزلاء بعدادها هناك تغير تماما في حقوق النزلاء وهذا بمثابت ما أراده السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأيضا تطبيق المواسطة الدولية من أراد أن يرى بفم العين فليأتي إلى مركز التأهيل زيارة اليوم بتؤكد على أن هناك تطور كبير في قطاع الحماية المجتمعية هذا القطاع الذي يدشن كل فترة مركز إصلاح وتأهيل جديد اليوم في ضمنهور أعتقد أننا شاهدنا تطور آخر ونقلة نوعية جديدة الزيارة المتعددة التي تستقبلها ملاكز الإصلاح والتأهيل تثبت مدى ما تتمتع به من إمكانيات وقدرات اللوجستية وبرامج اجتماعية وتأهيلية لتأهيل النزلاء وفقا للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يمكنهم من إعادة الاندماج في المجتمع وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 435 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 28 طن مواد غذائية وتم ضبط 7 أطنان في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة كما تم ضبط 21 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 615 قضية من بينها 146 قضية خبز ناقص الوزن و126 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدور القمح المحلي تم ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت قرابة 10 أطنان أقمح محلية دعت روسيا الغربة إلى عدم إقحام السياسة والأيدليوجية في إمدادات الغذاء الروسية والأوكرانية للأسواق العالمية هذا وقد أكد الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أن قضايا تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود لم يتم حلها بالكامل حتى هذه اللحظة لافتا إلى أن تحرك في هذا الاتجاه أمر إيجابي بحد ذاته واتهمت موسكو الغربة بمحاولة ترهيب المواطنين بالجوع وبتسييس هذه القضية مشددة على أن روسيا تعتبر احتمال إرسال أسلحة غربية إلى كييف عن طريق السفن إلى التي تصدر الحبوب عبر البحر الأسود أمرا غير مقبول قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت مستودعات ذخيرة في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا وأشرت الوزارة إلى أن هذه المستودعات كانت تستخدم لتخزين أسلحة زودت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية كييف ولم تكشف الوزارة عن عدد المستودعات التي دمرتها أو أنواع الأسلحة التي كانت بها قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن المعلومات التي جمعتها الاستخبارات الأمريكية عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كانت عملا رئيسيا في بناء الدعم لكييف قبل بدء العملية وأضاف بلينكين أن قدرة الأجهزة الأمريكية على الوصول إلى كم غير مسبوق من المعلومات وكشفها أحدث فارقا في بناء تحالف والانطلاق مع العالم منذ اليوم الأول للعملية قال سكرتير مجلس الأمن القومي ودفاع الأوكراني أليكسي داني لوف قال إن بلاده ستبدأ في القريب العاجل باستلام قضائف ذات مدى من أبعد لراجمات الصواريخ الأمريكية من طراز هي مارس وأضاف داني لوف أن كييف تأمل في استلام الشحنات في أقرب وقت كان البرلمان الأوكراني قد أعلن أن بلاده تتفاوض على جميع المستويات مع الولايات المتحدة حول تزويد أوكرانيا بصواريخ هي مارس بمدى 300 كيلو مترا قالت المخابرات والعسكرية البريطانية إن روسيا تجد صعوبة في الحفاظ على قوة قتالية هجومية فعالة منذ بأدء عملياتها العسكرية ومن المرجح أن تتفاقم المشكلة بشكل متزايد وأوضحت المخابرات البريطانية أنه بالإضافة إلى مواجهة نقص حاد في الأفراد يواجه المخاططون الروس معضلة بين نشر قوات الاحتياط في دونباس أو بالدفاع في ظل الهجمات المضاد الأوكرانية في قطاع خيرسون الجنوبي الغربي نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها الاتحاد الأوروبي سيخافف العقوبات على روسيا لتسهيل تجارة الغذاء قالت وكالة رويترز إن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تخفيف العقوبات على بنوك روسيا لتسهيل تجارة الغذاء يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مفوض شؤون السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي أكد أن الاتحاد أصبح حاليا يعاني من نقص في أنواع مختلفة من الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية بسبب الإمدادات لأوكرانيا قالت الوكالة الدولية للتقى إن تحركات روسيا الأخيرة لزيادة الضغط على تدفقات الغذاء الطبيعية إلى أوروبا وهي بمثابة إنذار أحمر للاتحاد الأوروبي ولا بد من اتخاذ خطوات فورية لخفض استهلاكها من الغاز قبل الشتاء تداعيات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا والتي تمثلت في أزمات غذاء وطاقة في المقام الأول ما زالت تؤثر على توصيات كبريات المؤسسات الاقتصادية في العالم الوكالة الدولية للتقى دعت الدول الأوروبية إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض استهلاكها من الغاز قبل الشتاء المقبل وإلى وضع حد لاستخدام مكيفات الهواء والبدء في بيع الغاز للصناعات من خلال المزادات وإلا فقد تضطر إلى ترشيد استخدام الغاز في أكثر الشهور برودة الوكالة الدولية للتقى أشارت إلى أن تحركات روسيا الأخيرة لزيادة الضغط على تدفقات الغاز الطبيعية إلى أوروبا فضلا عن غيرها من الاضطرابات الأخيرة في الإمدادات هي بمثابة انظار أحمر للاتحاد الأوروبي وحثت الوكالة الدولية للطاقة التحرك الآن والاستفادة من كل يوم متبق لملء منشآت تخزين الغاز خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مضيفا أن ارتفاع الأسعار قد حد بالفعل من بعض الاستهلاكات لكن هناك حاجة إلى تخفيضات إضافية كبيرة من أجل تهيئة أوروبا لشتاء قاس قادم وتأتي دعوة الوكالة الدولية للطاقة التي تعد جهة رقابية معنية بالطاقة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وقت من المنتظر أن تعلن فيه بروكسل هذا الأسبوع عن خطة لتخفيض استهلاك الغاز من أجل الشتاء التي توصي من خلالها بإجراءات تتخذها دول الاتحاد الأوروبي من أجل خفض استهلاك الغاز فاز وزير المالية البريطانية السابقة ريشي سوناك بالجولة الرابعة من التصويت في إطار السباق لخلافة رئيس الوزراء باري جونسون في دعمة حزب المحافظين تمهيدا لتولي منصب رئاسة الوزراء حصل سوناك على 118 صوتا وبني موردانت على 92 صوتا ولسترس على 86 صوتا وكيمي بانت بادنوك على 59 صوتا لتخرج بذلك من سباق رئاسة حزب المحافظين رحب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزي بوريل باجتماع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في تبليس عاصمة جورجيا السبت الماضي واعتبر بوريل في تغريدة له أن الاجتماع خطوة مهمة نحو الحل الشامل وشدد على مشاركة الاتحاد الأوروبي بشكل كامل في دعم جنوب القوقاز ليكون آمنا ومزدهرا لافتا إلى أنه لا يمكن تحقيق التطبيع والمصالحة إلا من خلال الحوار المباشر وتطرق اكتماع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان إلى التسوية السياسية لنزاع إقليب ناجوردو كارباخ باعتباره ضرورة لتحقيق سلام دائما في المنطقة أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن انطلاق المرحلة الرابعة من عملية الإرادة الصلبة في جبال قر جوخ لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي وذكرت الخلية أنه وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمل أمني مشترك انطلقت العملية بمشاركة الفرقتين الرابعة عشر والسادسة عشر وقوات البشمرقة وقوات من جهز مكفحة الإرهاب وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش العراقي مشيرة إلى أن هذه العملية لدحر الإرهاب والجريمة بمختلف صورها أعلنت القوات اليمنية المشتركة عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات الحوثي أثناء تحليقها بمدرية حيث جنوبي محافظة الحديد غربي اليمن وذكرت القوات اليمنية المشتركة أن الجهة المختصة انتشلت حطاما مسيرة بعد إسقاطها أصدر تحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية بيان لاستعراض جهود المؤسسات الأعضاء بالتحالف الوطني حيث قام التحالف بإطلاق حزمة واسعة من تدخلات على كافة المحاور خلال عيد الأطحى المبارك يأتي ذلك لصالح ما يقارب أربعة ونصف مليون أسرة بإجمالي تكلفة بلغت نحو 773 مليون جنيه خلال الفترة من الأول من يوليو وحتى منتصف يوليو الجاري تنوعت الجهود حيث شملت المحور الغذائي إذ قدمت المؤسسات أعضاء التحالف تدخلات في المحور الغذائي تشمل الوجبات الساخنة ولحوم صدقات والصناديق الغذائية وعلى صعيد الأضاحي فقد تمت عمليات الذبح للأطحيات داخل مصر وخارج مصر في مجازر مركزية بالهند والبرازيل انطلقت فعاليات الدورة الثانية لبنالي القاهرة الدولي لفنون الطفل وذلك برعاية السيدة انتصار السيسي وتقام الدورة بمشاركة 25 دولة حيث تجمع فنون ومهارات الأطفال الإبداعية على شكل لوحات ومقاطع مصورة تحت شعار صورة من بلدي وبمشاركة 25 دولة وبرعاية السيدة انتصار السيسي انطلقت فعاليات الدورة الثانية لبنالي القاهرة الدولي لفنون الطفل الذي يجمع فنون ومهارات الأطفال الإبداعية على شكل لوحات ومقاطع مصورة احنا سعداء جدا بابتتاح الدورة الثانية لبنالي الطفل الحقيقة كان مهم جدا جدا ان يعني يقام هذا البنالي تاني لان زي ما احنا شايفين احنا الدورة الثانية وعندنا حوالي 688 عمل مشارك في البنالي من 25 دولة شيء كبير جدا كل سنة عدد الدول بتكتر مشاركات حتى المصرية كبيرة ما شاء الله عندنا 350 تقريبا مشاركة مصرية من اطفال مصر من جميع المحافظات شيء عظيم جدا جوازة مساعدة الوزيرة قالت كده متقسمة مراحل سنية عندها مرحلة سنية من 4 سنين ل5 سنين ومن 6 سنين ل9 سنين ومن 10 سنين من 14 سنين ل13 سنة ومن 14 سنة ل18 سنة وكل مرحلة سنية لها 3 جواز غير شهادات التأدير وكمان عندنا جزء مهم جدا اللي هو زاوي الهمم يشارك في المعرض ما يقرب من 700 طفل تحت 18 عاما ومن 25 دولة مقسمين الى 5 فئات ومن ضمنهم ذاوي القدرات الخاصة الذين تركوا انطباعا مميزا لدى الحضور ويستمر المعرض لمدة شهر كامل شاركت بلوحتي هي عن ستيل لايف وهي بتتكلم عن الحياة القديمة وان هي من مجرد عناصر هي ممكن تعمل حياة هي مجرد عناصر ممكن ما تكونش كلها لها علاقة ببعض لكن هي بتعمل حياة ما هو المشروع هو كان مصر ما بين الماضي والحاضر فكان لها لوحتيين في اللوح الأولين هي موجودة هنا واعبرت عن الحاضر عن حدث الموقب العظيم اللي هو حصل تقيمها في شهر ثلاثة فعبيت عبر عنه ان هو الحدث الأبرى راسي اللوحة ده ما اكتب فيها كل عصور اللي كانت على مصر يعني مثلا عصر بطلامي العصر كبتي العصر الإسلامي والعصر اللوحة ده يعني اخذت شوية منهم وعصر توفل له نفس أكبر عصاني وعصر مصر وحاجات دي وعصرني أمي برضو وعصر أعمل كل حاجة سيحصل الفائزون في المعرض على شهادات وجوائز تقديرية بعد تقييمات متنوعة بناء على معايير فنية خاصة بالفنون التشكيلية ويأتي المعرض وسط إجراءات احترازية بعد أن توقف عام 2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا كريم بيبرس التلفزيون المصري وفي حياة كريمة نظمت مدرية الصحة وسكان بمحافظة قنا قافلة طبية مجانية بقرية بركة تابعة لمركز نجع حمادي وذلك في إدار المبادر الرئاسي حياة كريمة ووقعت القافلة الكشفة الطبية على عدد 829 مواطنا في سبعة تخصصات طبية فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 113 حالة القوافل دي بتبقى فيها أكثر من ستة أو سبعة تخصصات فيه عندنا برضو معمل متخصص لجميع التحليل فيه سيداليها فيها لا يقل عن 130 صنف تصرف مجانا للمرضى فيه برضو قسم أشعة جميع الخدمات مجانية تماما للمواطن المستحق لهذه الخدمة ولان جاء موعد الأخبار الاقتصادية إلى زميلة فاطمة خليل تطلعنا على أهم وآخر الأخبار إليك فاطمة شكرا لك وتوفيق شكرا لك ياسر عبدالسطار أهلا بكم مشاهدينا وقولة اقتصادية جديدة عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة تنفيذ تكلفات الرئيس عبدالفتح السيسي بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بالقهرة الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وفي إطار خطط الدولة لتطوير المناطق غير الأمنة أشار مدبول إلى تكلفات الرئيس عبدالفتح السيسي بالبدء في بناء 200 ألف وحدة سكنية بالقهرة الكبرى وفي ضوء ذلك وجه بحصر كل الأراضي المملوكة لجهة الدولة داخل القهرة حتى يتم البدء في البناء عليها فضلا عن البدء في الإخلاء للمناطق غير المخططة هذا وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى نجاح الدولة المصرية في القضاء على مناطق غير الأمنة وتسكين أهلين في مناطق سكنية حضرية مخططة ولائقة مضيفا أننا سنستمر وفقا لتوجهة الرئيس عبدالفتح السيسي في تطوير المناطق غير المخططة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي درورة تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة والمطروحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة جاء ذلك خلال اجتماعي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية هذا ووجه مدبولي خلال الاجتماع بمضاعفة الجهود من أجل تفعيل مذكرة التفاهم المواقعة لعدد من المشروعات خاصة بالهيدروجين الأقدر وترجمتها لعقود فعلية صلت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على اتفاع إرادات قناة السويس بنسبة 27% خلال عام 2021-2022 لتسجل حوالي 7 مليارات دولار لتحقق بذلك أعلى عائد في تاريخها وفي رسم توضحين استعرض المركز التفرطة التي شهدتها قناة السويس من خلال زيادة عدد السفن العابرة للقناة بنسبة 15.17% وإلى البرص المصرية التي أنهت مؤشراتها جلسة التدولات على اتفاع جماعي مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين المصريين اتفع رأس المال السوقي بنحو 8 مليارات و600 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 611 مليار و599 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فتح مؤشر اي جي اكس 30 عند مستوى 8867 نقطة وأغلق عند مستوى 9033 نقطة مرتفعا بنسبة 81 من 100% وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 عند مستوى 1725 نقطة وأغلق عند مستوى 1745 نقطة مرتفعا بنسبة 1.17% كما فتح مؤشر اي جي اكس 100 عند مستوى 2527 نقطة ليغلق عند مستوى 2559 نقطة مرتفعا بنسبة 1.3% إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري يسجل الدولار الأمريكي نحو 18 جنيه و87 قرشا للشراء و18 جنيه و95 قرشا للبيع بنسبة للسعر اليورو وصل سعره إلى 19 جنيه و32 قرشا للشراء و19 جنيه و40 قرشا للبيع أما عن سعر الاستليني وصل سعره إلى 22 جنيه و67 قرشا للشراء و22 جنيه و77 قرشا للبيع أما عن أسعار العملات العربية فوصل سعر الدرهم الإميراتية 5 جنيه و13 قرشا للشراء و5 جنيه و16 قرشا للبيع أما عن سعر الريال للسعودية فوصل سعره إلى 5 جنيه وقرشا للشراء و5 جنيه و4 قرشا للبيع في أسواق المعادن النفيس استقرت أسعار الذهب العالمية مدعومة بتراجع الدولار ليسجل نحو 178 دولارات للأقية محليا سجل عيار الذهب 18 نحو 840 جنيه أما بالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 21 وصل سعره إلى 980 جنيه وهو الأكثر مبيعا أما بالنسبة لعيار الذهب 24 وصل سعره إلى 1120 جنيه بالنسبة للسعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 7840 جنيه وصلت الأسهم اليابانية ما كاسبها وإن كان أداؤها متوضعا مع زف المستثمرين عن أي تحركات كبيرة قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية في بنك اليابان وأنهى مؤشر نيكاي الجلسة بارتفاع بنسبة 65% وكانت أسهم شركات الصناعات الثقيلة اليابانية ضمن الأفضل أداء مدعومة بتقرير في مطلع الأسبوع ذكر أن حكومة رئيس الوزراء فوميوكيشيدا لن تحدد سقفا للإنفاق الدفاعي في ميزانية العام المقبل مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرؤخة لنها ويسل استكمال مطبق من التسعة شكرا جزيلا لك فاطيما تخطط درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في بريطانيا وللمرة الأولى عتبت الأربعين مسجلة أربعين واثنين من عشر درجة في مطار هيثرو بحسب ما أعلنته وكالة الأرصاد الوطنية وجاء المستوى الجديد بعد ساعة من تجاوز المملكة المتحدة للحرارة القياسية البالغة 38.7 درجة مئوية المسجلة في 2019 في كامبرج بشرق بريطانيا حيث يأتي الارتفاع الجديد وسط موجة حر تكتاح شمال غرب أوروبا لقي نحو 1169 شخصا مصرعهم في كل من إسبانيا والبرتغال جراء الموجة الحارة التي تكتاح البلدين وأعلنت وزارة وصحة الإسبانية وفاة 510 أشخاص على الأقل جراء حوادث مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة منذ العشر من يوليو الجاري فيما سجلت البرتغال 659 حالة وفاة جراء الحرارة في الفترة ما بين السابع إلى السابع عشر من يوليو الجاري موعد الأخبار الرياضية منافسة الرياضة أيضا مع فاتيمة تفضل شكرا ياسر شكرا نهو وأهلا بكم مجددا مشاهدين ووقفة رياضية جديدة توجه المنتخب الوطني لكرة اليد ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه الكبير على منتخب الرأس الأخضر بالنتيجة 3725 بهذا تثويق رفع المنتخب الوطني رصيده من الألقاب إلى ثمانية بفارق لقبين عن نظيره التونسي صاحب الرقم القياسية تحية كبيرة للمنتخب المصري بأداء مبهر توجه المنتخب الوطني لكرة اليد بلقاب بطولة أفريقيا للمرات الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه واستطاع منتخب الفراعن لكرة اليد تحقيق فوز كاسح بفارق 12 نقطة على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 3725 في المباراة النهائية التي استضافتها صالد حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تسيد منتخب مصر اللقاء بشكل كامل حيث أنهى شوط المباراة الأول بتقدم كبير بفارق 12 نقطة ومع انتصاف الشوط الثاني من المباراة واصل الفراعن تقدمهم في النتيجة 3117 وقبل انتهاء المباراة بخمس دقائق واصل المنتخب الوطني ابتعاده بالنتيجة عن الرأس الأخضر بنتيجة 3623 ثم في نهاية المباراة حاول منتخب الرأس الأخضر تقليص النتيجة ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز كاسح لمصر 3725 وعاقب تتويج منتخب مصر لكرة اليد ببطولة أفريقيا قل لفارق البطولات الأفريقية مع منتخب تونس صاحب العشر بطولات إلى لقبين كما ابتعد منتخب الفراعن عن المنتخب الجزائري في عدد الألقاب لكل منهما بعد أن كان متساويين في عدد الألقاب برصيد سبعة ألقاب كما ضمن منتخب مصر تواجده في المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد 2023 المقرر إقامتها في السويد وبولندا وصل الفورتغالي روي فيتوريا إلى مطار القهر لبدء مهمته لرأس الإدارة الفنية للمتخب الوطني ومن المنتظر أن يتم تقديم المدير الفني البورتغالي لوسائل الإعلام في مؤتمر صحقي غدا الأربعاء فاز منشستر يونيتد على كيرسيب فالس بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية بمدينة مالبورن الأسترالية استعدادا للموسم الجديد بهذه النتيجة وصل منشستر يونيتد انتصاراته الودية مع مدربه الجديد إيركتين هاج حين حقق فوضه الثالث على التوالي في فترة الإعداد أعلن الدولي المصري لعب جالتا سراي التركي مصطفى محمد رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن مصطفى محمد يقترب من الانتقال إلى ناننتا الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع الزمية الشراء ضمى مصطفى محمد إلى جالتا سراي مطلع عام 2021 على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع وضع بندن بأحقية النادي التركي في شراء اللاعب حيث قام الفريق بتفعيله في ديسمبر الماضي يوقع معه عقدا حتى 2025 أعلن نادي ريال لاس السيداد الإسباني عن تعاقدي مع الياباني تاكيو فوسا كوبو قادما من ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية ووقع كوبو على أقدم مع ريال سوسيداد لمدة خمسة موسم ينهي اللاعب الياباني فترة ثلاثة سنوات قضاها في ريال مدريد منذ انضممه إليه مجانا قادما من أفأس توقي عام 2019 ذكرت تقارير صحفية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رفض عرضا من باريس سان جرمان لضم برناردو سيلفا مقابل التخلي عن البرازيلي نيمار للفريق الإنجليزي أكدت صحيفة دو برويزين الفرنسية أن مسؤولي باريس سان جرمان أرسل عرضا لإدارة منشستر سيتي يفيد بالتخلي عن نجم المنتخب البرازيلي نيمار مقابل التعاقد مع لعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا إضافة إلى مبلغ مالي لا يتخطى عشرة ملايين يورو لكن إدارة النادي الإنجليزي رفضت قلب نيمار مشاهدين عودة مرة أخرى لزملاء الاستكمال ما تبقى من التأسعة شكرا جزيلا لك فاطيمة سنعود إليك بعد قليل استطاع شاب أردني أن يتجاوز إعاقته بعدما فقد ساقه بسبب مرض السرطان وهو في الخامسة عشر من عمره احترف هذا الشاب الأردني جراح الحوامدة رياضة التسلق حيث استطاع تسلق أعلى قمة في الأردن جبل أم الدامي كما صعد إلى قمة جبل كلمنجارو في تنزانيا ويواضب الشاب الأردني على تمرين تسلق باستمرار حتى يحافظ على لياقته لتتناسب مع رحلات تسلق أصعب يخاطط لها في المستقبل والآن إلى الأحوال الجوية والطقس مع الزميلة مرة أخرى والأخيرة فاطيمة خليل شكرا يسر شكرا نوها وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدين وقف أخيرا مع حوالة تسلق يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربع تقس شديد الحرارة رطب نهارا على قهر الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية والبداية دائما من القهرة العظمة 36 الصغر 25 إسكندرية 31-24 مطروح 30-24 فورسعيد 32-25 الإسمعلي 38-24 وجوها حار بالنسبة للسويس 36-25 العريش 33-24 طابة 36-25 شرم الشيخ 41-29 غداء 38-28 وجوها أيضا حار بالنسبة للأقصر 41-27 أسوان 42-27 الودي الجديد 41-25 شلاتين 38-29 حلايب 36-30 وجوها أيضا حار والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية اشتركوا في القناة 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 فيها الرئيس السيسي يصل بلغراد في زيارة الرسمية لبحث مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي مدبول يستعرض مقترحات إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية لمواجهة الظروف العالمية الحالية الرئيس الروسي بلاديمير بوتين يعلن إحراز تقدم في المحادثات حول تصدير الحبوب الأوكرانية نهاية نشرتنا لكن هواء التاسعة مستمرة مع حضراتكم مع الإعلامية شفك المنيري مساء الخير عليك شفك مساء الخير يا نوها مساء الخير يا ياسر دايما أنا بتطمن زي المشاهدين لما نسمع الأخبار تأتي من التاسعة من التلفزيون المصري أتمنى لكم دايما التوفيق شكرا لك شفك وتوفيق أتمنى لك التوفيق في حلقة جديدة النهاردة إن شاء الله فيها كل موضوعات مهمة وترية دايما بتبقى معك شكرا لك وبتوفيق أشكركم وأتمنى لكم دايما كل التألق لكل صناع نشرة التاسعة بالتلفزيون المصري أهلا بكم مشاهدين الكرام تفضلوا معنا نبدأ التاسعة لهذا اليوم تفضلوا اشتركوا في القناة